سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم وعملين ايه? انا فاتم وان شاء الله النهاردة هنعمل الورود الجميلة دي. طريقة سهلة جدا وبسيطة. ممكن تقدر تستخدمها زين بها فستان بلوزة. تعمليها تزين بها تورتيت غيال بندانا يعني شكلها جدا ورقيقة خالص. وسهلة جدا في طريقتها في الشغل. يا ريت تتجربوا وتعملوها. وهنعملها بقى ببواقي الخيوط اللي موجودة عندنا. يعني نلم بقى بواقي الخيوط وفي نفس الوقت نعمل حاجة جميلة. ممكن كمان تعملها في سلة كده تتعمل ديكور. تبقى زي فوزة يعني. تبقى شكلها جميل جدا. ممكن تعمل لها فوزة اصلا بخط المكرمية او خط السلسلة. يعني ممكن نتعمل بها حاجات كتير جدا جدا. نلم بواقي الخيوط اللي عندنا. ونعمل بها حاجة مفيدة نستفيد بها ونشولنها بعد كده. نبتدي بقى على طول ونقول بسم الله ونشوف هنعملها ازاي. انا هستخدم اي خيط بقى موجودة عندي. الالوان اللي تعجبني باي خيط موجودة عندي. ده الخيط اللي اللي هستخدمه دلوقتي. واللون ده للورق. او ممكن تستخدمي اي لون موجود بتحبيه. واستخدم الايبرة دي هي اللي مناسبة دي رقم انا هستخدمه. فعلى حسب الخيط اللي هتستخدميه لو كان رفيع او تخين هتشوفي اي مأس الابرة اللي ينفع معاك. وهستخدم الايبرة البلاستيك دي علشان ننظف بها الشغل في الاخر. نبتدي بقى اول بسم الله. الاول كده انا بعمل تلسلة بمضاعفات العدد تلاتة. بعمل عقدة البداية اهو. واعمل تلسلة بمضاعفات العدد تلاتة. واحد اتنين تلاتة. انا هعمل اه خمسة واربعين تلسلة علشان يديني المقاب ده. عايزة تكبري عن كده هتزودي عدد الثلاثل. عايزة تصغاري عن كده. يعني مثلا تبقى الحد هنا هتنقص. لما كل ثلاث ثلاثل بيعمل ورقة. من دول. اشوفي بقى انت عايزة تعمل عدد الورق اللي نصدك يعني. اه انا انا هعمل خمسة واربعين تلسلة. كده عملت خمسة واربعين تلسلة. بعت بست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. الساسة دي. بعمل عمود باخد عمود بلفة كده وادخل فيها. هنا. واعمل عمود بلفة في رقم ايه? رقم آآ ستة. كده. واعمل سلسلة. وتاني عمود بلفة في نفس المكان اللي انا دخلت فيه. الشكل ده. وسلسلة. واعد ثلاث ثلاثل من تحت. واحد اتنين تلاتة. التالتة. هعمل برضو عمود بلفة وادخل فيه. وسلسلة. وعمود بلفة. وادخل هنا. في نفس المكان. وسلسلة. واعد ثلاثة. واحد اتنين ثلاثة. وادخل هنا. واعمل برضو عمود بلفة. سلسلة. عمود بلفة. هكمل كده لحد اخر السلسلة. وارجع لكم تاني. كده انا خلاص خلصت السطرة وهو. وصلت للاخر. اخر غرزة بس اللي بقية. هعملها معاكم. هعمل لوردو عمود بلفة كده في اخر غرزة. موجودة معا سلسلة. عمود بلفة في نفس المكان. وبس كده اقفل السطر. وارتفع ثلاثة سلسلة. والي في الشغل بتاعي. واعمل عمود بلفة في المكان اللي هو بين العمودين ده. بين العمودين اللي في الاخر دول. اعمل عمود بلفة. الارتفاع ده انا هزباه عمود. تمام؟. لعنى انا كده كأني عملت عمودين. بعمل بقى سلسلة. واعمل ثاني. في نفس المكان بين العمودين دول. اتنين عمود بلفة. وسلسلة. واروح على الفراغ اللي بين العمودين. مش ده. مش ده. لأ ماليش ده وابده. الفراغ اللي بين العمودين ده. بادخل فيه وعمل برضو ايه اتنين عمود بلفة. سلسلة اتنين عمود بلفة. اتنين عمود بلفة. اتنين عمود بلفة. تاني. وكمان سلسلة. وهكمل كل المساحة دي كلها بنفس الطريقة. في عرف الفي في قلبه كده. اعمل اتنين عمود بلفة. سلسلة اتنين عمود بلفة. وبعدين سلسلة. واخش على عرف الفي اللي بعده. والكده لحد ما خلص المساحة دي كلها. وارجع له كده ان شاء الله. كده انا خلاص خلصت السطرة اهو. عملت كله بنفس الطريقة. ودلوقتي وصلت الاخر عمودة اهو. هقفل بقى السطر كده بسلسلة. والفل الشغل. وهعمل في الفراغ اللي بين الاتنين عمود والاتنين عمود ده. السلسلة دي. هعمل فيها ستة عمود بلفة. بالشكل ده كده. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. هادي بقى في المسافة اللي بين العواميد دي. اللي هي هنا دي. مش اللي بين العمودين دول لا. اللي بين المجموعة دي والمجموعة دي. المسافة دي. وهنزل فيها كده في الفراغ ده. وعمل منزلقة. بس كده. وهاجي بقى على الفراغ اللي بين العمودين بعد كده. وعمل زتة برضه عمود بلفة. وعمل منزلقة. وعمل تاني ستة عمود بلفة. وهكده لحد ما وصل للاخر. هكمل السطر لحد الاخر. وارجعلكم تاني. نقولها نعمل ايه. الوقت انا خلاص خلصت السطر هو. وصلت الاخر حاجة. وبقى بالشكل ده. تمام. هنقطع بقى دلوقتي. هتيد حتة كده يعني علشان اقفل بها الوردة. حتة خيط كده. واصحب الخيط واخرجوه. لو عايزة بقى الوردة تبقى ورقها مفتوح دايدي كده. مفروط كده. لها لفة. ولو عايزها مقفول على جوه كده. اللفة بقى هتبقى بالعجل. تمام. لو عايزها الورقة مفتوح كده هعمل ايه. هلف. الستطر الاخير ده. ده وشه صح. ده وش الشغل. وده ضهر. ضهر الشغل. تمام. هخلي الوش ناحية بره. لو عايزة باللفة اللي هي دي. لو عايزة باللفة اللي ورقها مفتوح زي دي ودي. الاتنين دول ورقتهم مفتوح. اما دي ورقتها مقفولة. لو عايزة باللفة دي هلف الشغل كده. هلفها كده. خلي وش الشغل لبره. وضهره لجوه. كده. ده لو عايزها ايه؟ ورق مفتوح. طيب لو عايزها ورق مقفول هعكس. هلف الشغل كده. الضهر الشغل يبقى البره ووشه يبقى الجوه. استطر الاخير يعني. تمام؟ انا بسيك باللف من النحية الثانية افضل علشان الحتة دي الطرف دي اللي اقفل به. فهلف من هن. لو عايزها مقفولة كده. زي البضة دي. هلف كده. هلف كده. شايفيني كده مقفولة ازاي؟ بس انا مش عايزها مقفولة. انا بحبها مفتوحة زي دي. تمام؟ بس انا قلت ايه او اقول لكم برضو يعني لو حد حابب ان هو يعملها تكون مقفولة. انا بقى هلفها على انها تبقى مفتوحة. اشتركوا في القناة اه؟ مفروض بقى هعمل الكاف اللي بقى هنا الاخضر ده. زي ده كده. كده اللي هعمله سوا. هعمل عقدة البداية. ممكن اعملها بالطريقة دي برضو زي ما قلنا قبل كده. هعمل ستة ثلاثة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. تمام؟ هقفل بقى الشغل من هنا. في اول غرزة عملتها كده. وبعدين هستفع اربعة ثلاثة. اتنين تلاتة اربعة. واعمل عمود باتنين لفة. ساقل بالحلقة. ساقل بالحلقة جواها. تاني عمود باتنين لفة. هعمل خمستاشر عمود باتنين لفة. لحد ما وصل لهنا وارجع لكم تاني. دلوقتي خلصت السطر ده اهو. ووصلت خلصت العوامد باتنين لفة اللي قلنا عليها. ووصلت الهنا هاقفل بقى السطر كده. هدخل في الورزة الاولين هاقفل عمودكم اتعاملها واسحب الخطوة واخرجوا من هنا ومن هنا. بمون ظلقة كده. ودلوقتي بقى علشان اعمل الورقة. الورقة اللي هي منزقة في الكاز دي. هعملها ازاي. هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست. اعمل اخد لفة معي على الابرة وادخل في اول غرزة دي كده. واسحب الخطوة واخرجوا واسيبوا معي على الابرة زي ما هو. واخد لفة تاني وادخل في الغرزة اللي وراها. واسحب الخطوة واخرجوا واسيبوا معي على الابرة. واخد لفة تاني وادخل في الغرزة اللي وراها. واسحب الخطوة واخرجوا واسيبوا معي على الابرة. بالشكل ده لحد ما وصل لاخر سلسلة كنت عاملها وبعدين دلوقتي هدخل في الغرزة اللي هي اخر غرزة كنت اقفلة فيها اصلا اخد لفة برض وادخل فيها كده واسحب الخيط واخرج تمام وبعدين بقى اتحب الخيط وخرجه بقى اخد لفة معايا كده واسحب الخيط وخرجه من ثلاثة ثلاثة حلقات بالشكل ده واخد لفة وخرجه برضو من ثلاثة حلقات ولفة وخرجه برضو من ثلاثة حلقات بس كده اعمل غرزة سلسلة والفل الشغل واعمل تاني نفس الخطوات في قبال الغرز اللي كنا عملناه قبال الخطوب دي اللي كنا عملناه هعمل برضو كده اخد لفة وادخل واسحب الخيط وخرجه وتبه معايا على الابر بالشكل ده قبالها في نفس الاماكن اللي كنت عاملة فيها قبل كده واجه في الغرزة اللي عليها الثلاثة هنا قبالها واخد لفة الاول كده وادخل فيها واسحب الخطوة وخرجه بالشكل ده كده وبعدين اعمل نفس اللي عملته اخد لفة واخرج من ثلاثة واسيب الباقي واخد لفة واخرج من ثلاثة واسيب الباقي بس كده اعمل غرزة سلسلة والفي الشغل واضيف الغرزة الافيرة دي اعمل كمان وردة حشب وبس بالشكل ده كده خلصت الورقة دي والكاس بقى اللي بحط فيه الوردة دلوقتي انا هسيب برضو حتة خيط حتة حلوة كده علشان ايه هثبت بيها الكاس ده في الوردة اسحب الخيط بقى خربه كده شايفين طريقة سهلة جدا وبسيطة مش نشأ اي حاجة نقطع دي السبت بيها ده من هشلاتنا ايه كده كده المكان ده هيبقى جوا في الوردة فمش هيبان يعني مش هيفرق معي دلوقتي بقى هلضم الخط في ابرة التنظيف وهعمل ايه بقى اثبته كده اثبتها بابرة التنظيف كده كويس بس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان يكون عجبكم ايه ولو كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك واستودعكم الله مع السلامة اجيب الوردة بقى واحطها كده وابتدي بقى اشتركوا في القناة و청يش من قناة أشتهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولو كان Liażenie حتى لا يمكن ان تنسوش اظن ان اشتركوا في القناة افضح فى البالح Bi conséquence الحك oss